احتجاجات شعبية في ليبيا تطالب برحيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاحتجاجات خرجت هذه المرة بسبب ترد الوضع المعيشي والاقتصادي وإن رفعت شعارات سياسية طالبت أيضا برحيل حكومتي بشغة والدبيبة والذهاب إلى انتخابات بأسرع وقت أنا نطالب بحل مجلس النواب وحل مجلس الدولة ويمسوا على حالهم ونطالب برزوع الملكية الدستورية مشكلة غلال معيشة ومشكلة انقطاع الكهرباء في كل وقت يعني ليبيا بصراحة يعني بصراحة على المسؤولين أن يخجلوا الناس الموجودة الآن البرلمان والرياسي والمجموعة التانية والحكومات هذو من يشد الكرسي ما عاشي بيطلع من الكرسي كل السام هذه لازل تلحى مجلس النواب المجلس الأعلى عندي ضروري منهم يعني بيش مديرين حل للناس عرفتها كيف الاحتجاجات جاءت بعد إخفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي رسالة لكل متصدرين مشهد بأنه لا تزال للشعب كلمة كما يقول المتظاهرون أعتقد أنها رسالة واضحة المعالم لجميع الأطراف السياسية في ليبيا سواء التنفيذية أو التشريعية أو حتى المجلس أعلى للدولة بأن الشعب قال كلمته فلا بد من هذه الأجسام أن تتخذ موقف عاجل خلال هذه الأيام قبل أيام العيد من أجل التوافق للدهاب إلى انتخابات أو أن الشعب سوف يتور من جهة أخرى دعت أطراف دولية إلى احترام حق الليبيين في التعبير عن رأيهم والحفاظ على الهدوء وتعامل السلطات الليبية بمسؤولية انتجاه الاحتجاجات مؤكدين أنها دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية الشارع الليبي قرر التحرك بعد فشل السياسيين في التوافق على إجراء الانتخابات في ظل وضع معيشي واقتصادي متردي بسبب الانقسام السياسي والوضع الأمني لهش رافت بالخير الحرة طرابلس